ما يزال ملف الهجة بين ضفتي المتوسط يلاحق ليبيا منذ سنوات ليكون عنواناً مضافاً إلى أزماتها المتعددة بين السياسية والأمنية الإشكالية المتعددة التي يبحث قادة البلد وساسته عن إيجاد حل استعصى عليهم طوال سنوات الأزمة يبدو الحال ذاته عند الجهات المجابهة لتدفقات المهاجرين ومهربيهم بعد أن حلت ليبيا في المرتبة الثانية بعد تونس من حيث أعداد المهاجرين القاصدين إيطاليا خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي البلدان الجاران كاد الملف أن يتسبب في توتر العلاقات بينهما عقب توجيه اتهامات للسلطات التونسية بطرد وافدين ومهاجرين أفارقة باتجاه الحدود مع ليبيا ليتم الاتفاق بعد ذلك على تبني سياسة مشتركة لمكافحة الهجرة والتسلل عبر الحدود واستكمالا لذات الاتفاق يتحدث وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة عماد ترابلسي في متمر صحفي عن سير الترتبات بشكل جيد مع وجود حلول متعددة منها الفنية قيد التجهيز على الشريط الحدودي ومعبر راسي جدير لأول مرة حدودنا مجهز بمعدات وكاميرات ليلية ونهارية اليوم أنا نضمن لكم حدودنا مع تونس من مراش جدير إلى منطقة مشهد صالح التي تعرفوها من مشهد صالح إلى منطقة وازن تم تجهيز ووضع قوات رسمية تابعة لوزارة الداخلية في هذا المكان وجدت قوة من الجيش شركتنا في هذا العمل طبعا الآن حدود مغلقة على التهريب نيائيا بعض الهجرة تأتي من تونس إلى ليبيا ومن ليبيا إلى تونس عن طريق طبعا مش بالسيارات الترابلسي وفي ذات المتمر أطلق السيلا من الاتهامات لبعض من الدول والمنظمات الدولية دون تحديدها عبر سعيها لتوطيل المهاجرين في البلاد مبنيا رفض ذلك من قبل ليبيا بشكل قاطع فيه دول وفيه منظمات مش حنسمي اسمها تسعى إلى التوطين في ليبيا تبقى تفتح مركز يوها تكون في العائلة موجودة مشتركة قاعدة مركز يوها يطلع يشتغل وصغارة يقرو هو في مركز يوها كان يسكن في حوش كان مثلا نقوله احنا مثلا مخيمات مخيمات رسمية ومفتوحة فيها أمن جزئي وتشتغل هذا التوطين في ليبيا هذا الشعب الليبي مش حارض بكلامه الرفض الليبي لتوطين المهاجرين لم يكن الأول من نوعه بل تكرر على لسان المسؤولين الليبيين في أكثر من مناسبة بتوجيه رسائل واضحة للاتحاد الأوروبي بالابتعاد عن التفكير في طرح يؤدي إلى توطين اللاجئين في ليبيا تحت أي ذريع فهل بمقدور السلطات الليبية اقنع أوروبا بالبحث عن خيارات أخرى تقلل من تدفقات المهاجرين نحوها وتخلي عن جعل ليبيا الطرف الأكثر ملاما في القضية دون غيره